من عمان معي دكتور أشرف بني محمد مدير مركز الابتكار والرياضة في الجامعة الأردنية مساء الخير أهلا بك معنا دكتور أشرف إذن وفق الحقائق بأن نسبة البطالة منذ 11 عاما لم يسبق لها أن تصل إلى هذه أعلى نسبة كيف يمكن أن يتم العمل على هذا الموضوع والعمل ضد البطالة في الأردن بعدما يخرج من شعرات من هكذا منتدى سيدتي أولا مساء الخير عليك وعلى جميع المتدى المنتدى الاقتصادي المنعقد للمرة تاسعة في الأردن كان الهدف منه السنهاية هو تنكين الشباب وأخذ محور الرياضة والابتكار فيه الجزء الأكبر منه وزي ما اسمعنا بالتقرير استضافة المنزدة وأحد من الأشخاص في التقرير في أكثر من مئة شركة ناشئة 21 شركة أردنية هذه الشركات هي أنشئة من قبل شباب شركات صغيرة تسعى إلى النمو الآن زي ما بتعرفي عدد الوظائف التي يمكن للدولة توفيرها ليست فقط في الأردن ولكن في كل دول العالم الدولة لم تعد كحكومات غير قادرة على خلق الفرص العدد الكافي من الفرص التي توفر الوظائف لجميع الخريجين أو خريجين الجامعات الآن الدور الأكبر هو استخدام أو تمكين الشباب وتوفير الأدوات التكنولوجية بحيث أنهم يصلحوا قادرين على خلقهم الفرص العمل هذه فرص العمل ليس فقط لأنفسهم ولكن أيضا لمجموعة أخرى من الشباب كيف يمكن العمل على هذا الموضوع تمكين الشباب بما أنه طبعا تركيز كله كان على تمكين الشباب بهذا المنتدى ما الذي يحتاجه الشباب يحتاج أن يخرج به هكذا منتدى لعلى الأقل الاقتراب من أقرانهم في دول أخرى بالأوضاع سيدتي الشباب بحاجة إلى ثلاثة أعمدة رئيسية ليستطيعوا ليتمكن الشباب من إنشاء هذه الشركات أولا بحاجة إلى التدريب والتوعية والتعليم المناسب النقطة الأخرى التي يحتاجها الشباب هو الحصول على التمويل وهنا بتيجي أدوات التمويل ودور المنتدى الاقتصادي في تشجيع القطاع الخاص لتوفير التمويل المناسب للشباب لدعمهم لإنشاء هذه المشاريع والعمود الثالث أو الفيلر الثالث في هذا الموضوع هو التشبيك وكان وجائز المنتدى السنهاي في أداء من هذه الأدوات بحيث أن نسمح لهذه المئة الشركة الناشاة بالتشابك مع قادة أعمال من جميع دول العالم مع مستثمرين كبار فباعتقاد أنه إذا تمكن الشباب من الحصول على هذه الثلاث خلينا نحكي المحاول أعمدة أساسية أعمدة أساسية ممكن تساعدهم في خلق شركات مبتكرة شركات جديدة تساعدهم على إيجاد وظائف لأنفسهم وظائف لشباب ما دورهم بهذا الصدد؟ سيدتي يجب أن نعمل في العالم العربي كاملا على تغيير النمط التفكيري التقليدي اللي نشعه عليه أبائنا والجيل اللي قبلنا أولا من الاستعي وراء الوظيفة إلى سعي وراء التعليم اللي بيحكوا عنه التعليم مدى الحياة أو التعلم مدى الحياة القطاع الخاص الآن بحاجة ليس بحاجة إلى خرجين مؤهلين تكنيكلي أو تقنيا هم بحاجة إلى أشخاص قادرين على حل المشاكل هذه أولا قادرين على التعلم بشكل مستمر والنقطة الثالثة لديهم مهارات التواصل باللغة العربية واللغة الإنجليزية والبدنية المناسبة لكي يحصلوا على يكونوا قادرين على الولوج إلى الثورة الصناعية الرابعة كما أسماها البروفيسور كلاوس في المنتدج وكما أشار إليها سمو ولي العهد بكلمتها الرئيسية أنا أشكرك جزيلا من عمان دكتور أشرف بني محمد مدير مركز الابتكار والرياضة في الجامعة الأردنية